الأدلة الآن على النقاط يعني مثلاً أقول لك ما هو الدين تعرف أن تقول الدين كذا 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 الأدلة ذكرت أنت بالجلسة الفاتحة كيف أن أفهم كتاب الله قلت لنا أنت مثلاً عن طريق عليه والترتيل ونقاط ما يحتاج أن تجيب الأدلة عليه وردت القرآن وترتيل ومثلاً قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن وجملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك وردت له يعني الأدلة الكثير هذه ذكرناها بالجلسة الفاتحة مثلاً ما هو الإيمان والإحسان والكفر والشرك هذه قلتها أنت وبعدلتها هل حنا بنرجع حتى نكمل بقية الأسئلة ما رأيك نعم ما فيه نحاول قدر المستطاع نخفص الله يا عافيك أو تبغاني أن ألخصها أنا بطريقة ألخصها يعني ممكن أحاول التلخيص وإذا خطيت ردني أي ما فيه خلال تمام على بالما يجل الأساتي ذحي الله المهندس محمد يا أهلا سهلا بالجلسة اللي فاتت سألت الأستاذ ما هو الدين قال الدين هو الإسلام بدأ بنوح واكتمل بمحمد عليهم السلام جميعاً والدين هو قوانين النظم ترتقي الظاهر مع تطور البشرية يعني كل ما تطورت البشرية جتهم قيم جديدة حتى اكتملت برسالة محمد اليوم أكملت لكم دينكم وطبعاً ربطها الأستاذ بالمحرمات لأن الآية كذا يتأخذ الجزء منها هذا يعتبر تعضية كما قال الأستاذ الكريم أنا بذكر كل كل ما قالها الأستاذ جلال ويقول هذه تعضية لكن يذكر الآية كاملة ممكن يتضح أنها حرمت عليكم مثلاً الميتة والدمة ولحم الخزير وما أهل إلى أن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين إذن الآية اكتملت بالمحرمات خلاص ما عاد في مجال للتحريم بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أنقاص أي محرم هذا ما قاله الأستاذ وذنني مخطي برضي ردني أستاذي قال كيف نفهم كتاب الله قال نفهمه في طرق مختلفة كل إنسان لأنه بنية متكاملة هذا المصحف لابد من تفكيكه لابد من تفكيكه لهي عن طريق الترتيل الترتيل وتقسيمه وأرجع بعض الكلمات إلى جد والسياق يقول هذي طرق فهم المصحف أعتقد هذا اللي فهمت من كلام الأستاذ خصائص فسالة الخاتمة ما تطرقنا لها لا بد من نتبع آيات تفصيل الكتاب لفهم بنية الكتاب ثم الذهاب إلى البحث على المراد اللافي يعني يجب أن نعلم أن هذا الكتاب العظيم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وهو قول الله سبحانه وتعالى وهو خطاب الحي للأحياء القرآن لا يخاطب الموت أبدا أبدا القرآن يخاطب الأحياء وهو كلام الله الحي للأحياء لذلك هو متشابه ومن أهم الأشياء أن نفرق بين التشابه والإشتباه الإشتباه هو أن لا تعلم هل هذا خطأ أم صواق أما التشابه لا التشابه كله حق فتغير مدلولات القرآن بناء على تغير الأرضية المعرفية للإنسان وارتقاه في العلوم هو مراد الله سبحانه جل وعلا فلا يمكن فهم القرآن بناء على فهم لعصر سابق ولأرضية معرفية ولظروف معيشية معينة وهذا ما يجعله خطابا إلهيا هذا الفرق بين الخطاب الإلهي والخطاب الإنساني الخطاب الإلهي خطاب حي روح وكذلك أوحينا إليك روحا من عندنا هذا الخطاب له بنية معينة الله سبحانه وتعالى فصلها لنا وبينها لنا في آيات تسمى آيات تفصيل الكتاب وهي كل الآيات التي لا يرد فيها قصص ليست قصصا وليست خلقا وليست رسالة افعل ولا تفعل إنما تأتي لتتحدث عن صفة هذا الكتاب مثل قوله تعالى وردت للقرآن ترتيلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوددوا فيه اختلافا كثيرا إنا أنزلناه حكما عربيا إنا أنزلناه قرآن هذه الآيات التي تصف الكتاب وتصف بنية الكتاب وقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه هذه كلها تبين أوامر ونواهي وتعليمات وأداب استقراء النص الإلهي استقراء هذا الكتاب وكثير من هذا أعتقد أن استقرأنا مساحة لمدة ساعتين ونصف متواصلة لكي نقرأ آيات تفصيل الكتاب فقط ونحدد بنية الكتاب فما ذكرناه هو مختصر يعني جدا مختصر مختضب قد يكون ناقص إن لم يتم يعني يعني فتح مساحة للتحدث عن بنية الكتاب وكيف يتم استقراء آسف على المقاطعة أبو حاتم ثم قلت يا أستاذنا أن الدين هذا جاي عبارة عن أظن ثلاث دوائر الدائرة الأولى الإسلام والمرتبة التي تعلوها الإيمان ثم الإحسان ولا يستطيع أن يصل للنسان الإيمان إلا إذا كان مسلم وكذلك لا يستطيع أن يصل للإحسان إلا إذا كان مؤمن ومسلم هذا ما فهمت من شرحك المصطلحات الثلاثة اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان والإسلام أظن وضع شروطه في آية في آية أن الذين آمنوا والذين حادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنوا أظن هذا القانون أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا نعم ولا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوا نعم هذا القانون الإسلام من دخل هذه الدائرة وصبح مسلم نعم وهو الدين هو الدين الله عرف الدين بأنه القيم دينا قيما ملة إبراهيب حنيفة وعرف الدين بأنه الإسلام عرف الإسلام بأنه هو الدين الواحد ثم أن الإسلام يعني من السلام هو مشتق من السلام عدم الاعتداء عدم التجاوز تحقيق التقوى وتحقيق التقوى لا يكون إلا بعدم الاعتداء وكل ما حرم الله ونهى عنه في كتابه هو يمنعنا من الاعتداء على الآخرين وعلى حقوق الآخرين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى حياتهم فالإسلام هو الاستسلام لله وهو الالتزام بالسلام انتهى هذا الإسلام ما بعد الإسلام هو الإيمان والإيمان هو مرحلة متقدمة من الإسلام عندما يتبع يؤمن الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه ويتبع ما أنزل عليه من شرائع ونسك كلما التزم الإنسان بالشرائع ونسك كلما تقدم في الإيمان كذلك الإحسان هو مضاف إلى هذا فهو ليس شرائع ولا شعائر وليس محرمات الإسلام محرمات ومنهية الإيمان شرائع ونسك وإيمان برسول الله الإحسان زيادة على هذا وهو إنفاق المال في الصراء والضراء وكضم الغيط والعفو عن الناس كما قال تعالى والذين ينفقون أموالهم في الصراء والضراء والكاظمين الغيط والعابثين عن الناس والله يحب المحسنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذكرنا أن الإحسان هو متقدم على تعاليم الإسلام فتعاليم الإسلام مثلا تأمرنا أن لا نعتدي على أموال الآخرين وعندما نصل إلى درجة الإحسان نحن ندفع أموالنا برغم ظروفنا في الصراء والضراء للآخرين كذلك أن لا نغيظ الآخرين وأن لا نستثير غضبهم وأن لا نستثير والإحسان أن نكذم غيظهم عندما يستثيرون غضبا فبهذا توضحت يعني يستطيع الإنسان عندما يلقي رأسه على الوسادة يعني في أي درجة من الدرجات هو أهو مسلم أم مسلم مؤمن أم مسلم مؤمن محسن بعد ذلك دخلنا بتعريفات اللي هو الكفر والشرك والنفاق الكفر قلت لنا أن فيه كفر ضمن اعتقادي وكفر سلوكي إذا ما أنا ضلطان من كفر اعتقادي وكفر سلوكي سلوكي أعتقد لي هو إجراءات يعني يتخذ الإنسان عالنية ضد الآخر يسمى كفر حتى لو كنت أنا مثلا مؤمن وأتديت على كافر اللي حنا نسميه كافر لأنني قلت أنت الكفر ضد الإيمان وليس ضد الإسلام ضد الإيمان فالكفر عندما مثلا أعتدي عليك أنا أعتبر أنا كافر الآن كفرت مثلا بك أو بتعليماتك أو بأوامرك أو بأي شيء فهذا يسمى كفر ليس يعني كفر بالله الكفر بالله اللي هو الاعتقادي هذا بالنسبة للكفر صح كذا نفهمت هنا نعم دقيت مثلا الكفر هو نقيض الإيمان وهو تغضية الإيمان وهذا الكفر المسيئة فيه مطلق أبو الله أمرنا أن نتعامل مع هؤلاء بالبر والتقوى والإحسان لكن هناك الكفر السلوكي وهو الذين يكفرون بحقنا في الوجود يكفرون بحقنا بالإيمان بتوحيد الله يكفرون بحقنا باستباع محمد يكفرون بحقنا في تأمين حدودنا في تأمين أموالنا ولا يتقاتل أبدا إلا كفار لا يتقاتل أبدا إلا كفار كل منهما كفر بحق الآخر في الوجود أو في الحكم أو في السياسة أو في الملكية لذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل على الذين أسركوا وأهل الكتاب أن جميعهم كفار بمعنى الكفر السلوكي هم كفار بعحادية الله سبحانه وتعالى وكفار برسالة محمد لكنهم كفروا بالوجود جزء منهم كفر بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبحقه في نشر رسالته لذلك بعض قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أي أنهم ليس كلهم كفروا بحقنا في الرسالة وفي نشر الرسالة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي ممارسة تعليم هذه الرسالة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم أبو لهب وأبو جهل وأمياه والذين قاتلوا رسول الله وحاصروا وصرفوا الناس عنه فهذا هو الكفر السلوكي هذا هو الكفر السلوكي ثم دخلنا بالشرك وقلت لي أن الشرك في الأحادية والصمدية في الأحادية والتجسيد الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم هذا قال أظن برضو حتى شديدة اللهجة الآية شديدة اللهجة ثم تعدد الآلهة وهو أقل منها قالوا أن الله ثالث ثلاثة هذا بعض كانت الآية في آخرها أعتقد يقول الله سبحانه وتعالى أن الذين تعبوا ممكن أن يسامحهم أو كذا فهمت من الآية وكذلك الولاية إذا وصلت للولاية هذه برضو أخف من التجسيد أما الصمدية لي هو الدعاء الثبات لغير الله أي الدعاء الثبات لغير الله فهو اعتبر شرك حتى الثبات المؤقت يعني مثلا ثبات الكون الآن الشمس كل يوم تطلع مثلا هذا ثبات مؤقت وليس إلى الأبد فثبات للأبد فقط لله سبحانه وتعالى صح هذا الشرك اللي أنا فهمتها تمام الله عندك الثالث لا نعم صحيح صحيح كفر الصمدية هو التبات وعدم التطور وعدم الحنف والتغيير لأنه دائما الحنف مربوط بالشرك دائما وآبدا أن الإنسان متغير ويتحسن فهما ويتحسن علما ويجب أن يحسن حياة وبيئة ويطورها ويتقدم ويسعى إلى التقدم اللي هو البد نعم إذن وقفنا عند المصطلح اللي هو الظلم الظلم ما وضحناه ولا يعني دخلنا في هذا الظلم إذا ممكن نبدأ من عند الظلم وطبعا بداية سيئة على طول الظلم لا تبغى أن نبتدي مصطلح خف ولا ما الظلم طبعا الأستاذي الظلم ما عرفناه ولا تكلمنا عنه في الجلسة السابقة أول شي أستاذي الكريم وليون الأخوان جميعا الظالمون هم أهل النار والظالمون هو التعريف الشامل لجميع أهل النار بجميع فئاتهم سواء كانوا مجرمين أو مصرفين أو فاسقين أو كافرين أو مشركين الظالمين هم أهل النار جميع أهل النار يطلق عليهم الظالمون والظلم إما يكون للنفس أو يكون للغير الإنسان لا يستطيع أن يظلم الله لكنه يظلم نفسه مع الله سبحانه وتعالى عندما يدعي أن لله ولدا أو أن لله زوجا أو أن لله شريكا في ملكه فهم يظلمون أنفسهم لذلك كان الظلم ظلم الشرك ظلما عظيم جدا ظلم للنفس أمام الله سبحانه وتعالى فهو أفتى بما لا يعلم وما لا يدرك وما لا يمكن أن يصل إليه عقله هذا تعريف الظلم وسياق الظلم والسياقات التي وردت فيها كلمة الظلم أو مصطلح ظلم في القرآن الكريم فالظالمين دائم هم أهل النار ثم ينقسمون داخل هذا الظلم إلى من تعدى على حقوق الآخرين وظلم الناس ودخل النار بسبب ظلمه لعباد الله سبحانه وتعالى بارتكابه المحرمات سواء إصرافا أو إجراما أو من ظلم نفسه عند ربه فاخترق لله سبحانه وتعالى شركاء أو ادعى أنه شريكا من دون الله أو آمن بشركاء من دون الله سواء في الألوهية أو في الولاية أو في الصمدية حاول أن يعني يدعي أنه يملك الحقيقة وأنه حصل على الحق وأنه ثبت على الحق وأنه لا يحتاج إلى تغيير أو تحسين في مفاهيمها أو في مدركاتها أو في أسلوب حياته هذا هو يعني المعنيين الرئيسيين للظلم التي تحددها السياقات سياقات الآيات والسباق واللحاق والنظم يتبين لك أي هذين المفهومين يراد به الظلم لذلك الشرك ظلما عظيم أنا عندما أفرأ ودخل قرية ودخل جنته وهو ظالم لنفسه علمت يقين أنه أسرك مادام ظالم معنات أسرك وهو أسرك شرك صمدية شرك ثبات أسرك الجنة مع الله سبحانه وتعالى أنها لن تهلك لذلك صاحبه الذي كان يحاوله قال له لكنه والله ربي ولا أشرك بعبادة ربي أحدا نعم هذا ما ورد في الظلم باختصار يعني مفهوم الظلم في القرآن الكريم هل يدخل تحت يا أستاذي الواسطات بالتوظيف في واسطات مثلا بتخفيف العقوبات مثلا إذا كنت أنا بالشرطة مثلا وجيتني أنت أعرفك يا أستاذ جلال ممكن أخففها إلى يوم يومين وطلعك نتوقيف ثم إذا المهندس محمد ما أعرفه أحطه مثلا أسبوع أطبق عليه النظام تماما أو التوظيف مثلا أنا بيدي توظيف ووظف فلان على المعرفة بدون معايير حطها هل لهذه يندرج تحت الظلم ولا هذي لها تسمية أخرى تندرج تحت الظلم إذا شملت ضررا أما الشفاعة فالله سبحانه وتعالى شرعها واستحسنها بين المسلمين والمؤمنين وبين الناس الشفاعة لكن الشفاعة القائمة على ظلم الآخر فتتقدم لي أنت بوحاة تريد وظيفة وهناك من هو أكفاء منك بهذه أقل كفاءة منك بهذه الوظيفة فأعين لأنه قريب أنا ظلمتك أنت أنا ما ظلمتك فذاك أنا أحسنت إليك وشفاعت لشفاعة حسنة لكن ظلمتك أنت جاوزت عليك أما الشفاعة التي لا تنطوي على ظلم الآخرين فهي حسنة وأمر بها الله سبحانه وتعالى وذكر أنه سيثيب من شفاعة شفاعة حسنة يبارك بأمرك يبارك بأمرك اليوم أشواء اختصاراتي المطولة فيه طبعا دائما نسمع في صورة الفاتحة آخرها المغضوب عليهم والضالون دائما نقرأ بالتراث أنهم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى هل هذه محصورة أو مقصورة على هؤلاء الفئتين أو أن أي إنسان ممكن يغضب الله عليه لو لم يكن اليهود والنصارى ويندرج وممكن فيه أهل الكتاب ذكر الله سبحانه وتعالى أن بعضهم يعني الناس يؤمنون بالله وفيه بعضهم لا مثل يعني بقية البشر نبي تعريف أن المغضوب عليهم والضالون إذن سمعت لنا نعم يمكن تسمح لي أطيل هنا شوية لأنه مفهوم صورة الفاتحة كامل يبين لنا هذا بشكل واضح غير قابل للجدل ولا للنقاش ولا للشك ولا للضنة لأنه إذا قدمنا بصورة الفاتحة سنصل إلى مفهوم المغضوب عليهم والضالين فأنا قبل ما أبدأ بصورة الفاتحة لأنه كل كتاب كذا تخلي المحظورين عندي ما أقدرون يدخلون يا أبو حاتب كل كتاب أي كتاب له مقدمة وله خاتبة ودائما المقدمة تحتوي على الموضوعات التي سيناقشها هذا الكتاب تقدم الموضوعات التي سيناقشها هذا الكتاب والخاتمة تلخص مراد هذا الكتاب دائما إذا ختم المؤلف لأي كتاب قدم خاتمة في كتابه فهو في الخاتمة يذكر ملخص ما ذهب إليه هذا الكتاب وما يريد هذا الكتاب والفاتحة هي مقدمة الكتاب وخاتمة نحتاج إلى التفصيل في هذا بسيطا معلش ولو أطلع عليكم لأنها مهمة جدا في مفهوم الثلاثية الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالين منهم فالآن لو ضربنا مثلا أن صاحبا لعمل أو مالكا لعمل عين ثلاثة موظفين فهؤلاء الموظفين يقومون بوظائف هذه الوظائف تحتاج إلى علم يمتلك هؤلاء الموظفين في إدارة شؤون ما يقومون به خدمة لهذه المنظومة فالوظيفة التي يقوم بها الموظف يجب أن تحتوي على ثنائية العلم والعمل فهو يعمل بناء على علم لتقديم خدمة لهذه المؤسسة يتقاضى مقابلها أجرا فينقسم هؤلاء إلى ثلاثة أصناف إما رجل موظف عامل وعالم بعلمه فهذا محسن ومنعم عليه وصاحب الملك سوف يرقيه وسوف يزيد من راتبه وسوف يتمسك به وسوف يقبل منه ما لا يقبله من غيره أو عالم عامل بغير علم وهذا ضال قطعا ضال لأنه سيعمل مع نقص المعرفة ونقص المعرفة يؤدي به إلى الأخطاء ضلالا لأنه لا يملك علما وهذا يحتاج إلى تعليم حاجة مالك المؤسسة سينظر إليه فإما أن يقول أنا أتحمل نفقات تعليمه ومدة تعليمه فأعلمه وأضيف له دورات حتى يحسن علم العلم أو الحد الأدنى من العلم المتطلب ليقوم بعمله بشكل جيد أو أن الصنف الثالث مجرم وهو الذي يعمل يعلم ولكنه بعمله يريد الإضرار بالمال وبصاحب المال أنه أنا عيني أبو حاتم على شركة لديه رئيسا ثنفيذيا وأنا رجل عالم وعارف ومتمكن وأريد الإضرار به وأريد أفشال عمله وأريد أفشال هذا ردة الفعل التي تكون عند المالك إذا ما قمت به سيكون غضب سيكون غاضبا عليه ولن يتحملني إن لم يستطع أن يعاقبني فهو على الأقل سيقيلني سيفصلني لذلك هي جدل الثنائيات الرحمانيات ثنائية العلم والعمل دائم تفرز ثلاث احتمالات إما احتمال منعم عليه أو احتمال مغضوب عليه أو احتمال ضال إذا عدنا الآن بعد هذا المثال والتبيان البسيط من سنن الله في الخلق لأن هذه السنن خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها ووضعها وعدنا إلى استقراء الفاتحة فنجد أن أول آية في الفاتحة هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي فاتحة الكتاب هذه هي المقدمة التي تلخص كل ما يتحدث عنه الكتاب فبدأ باسم الله الأعظم وهو الله ثم بدأ باسم الله الرحمن ثم تلت باسم الله الرحيم علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى قائمة على العبادة أنه هو الله هو ربنا نحن نتخذه إلها هو إلهنا وقائمة على الولاية التشريع أن الله يشرع لنا ويحرم لنا ويحل لنا فنستحرم ونتبع التشريعات وينهانا فننتهي وهذه ولاية الله سبحانه وتعالى وكثير من الآيات جدا في القرآن تناقش هذين الموضوعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما من إله إلا الله الذي هو إله في السماء وإله في الأرض وكثير جدا من الآيات تتحدث عن موضوع ألوهية الله وأنه هو الإله الواحد القحار المفهوم الثاني للألوهية هو مفهوم الولاية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الضغوث اتخذوا أولياؤهم أحبارهم ورهبارهم أربابا من دون الله لماذا؟ لأنهم والوهم حظموا عليهم وأحلوا لهم فتركوا ما حرموا واستباحوا ما أحلوا لذلك كثير من آيات القرآن يعني تتحدث عن الألوهية وعن علاقة الإنسان مع مقام الألوهية عند الله سبحانه وتعالى فهي اتخاذ الله إلها وهي مشيئة مطلقة العلاقة فيها من تحت إلى فوق فأنا أحدد من هو إلهي والبوذ حدد من هو إله والهندوس حدد من هو إله والوثن حدد من هو إله ثم الولاية لهذا الإله أن هذا الإله أعطى أوامرا وقيما وحرم وأحل وأباح وشرع فأنا اتبعت الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له واجتنبت محرماته ولم أخلطها بمحرماته غيره تعبدا له هو جل وعلا واتبعت أوامره وسرعه ونسقه فأحدثت الزواج والطلاق والمعاملات واجتنبت الربا المعاملات التشريعات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن المعاملات كلها تقع في اسم الألوهية ومقام الألوهية ثم الرحمن الرحمن ليس مشتق من الرحمة على الإطلاق الرحمن يوحي بالثنائية والرحمن هو رب السماوات والأرض وهو خالق هذا الكون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن يعذب ويغبر الرحيم لا يعذب الرحيم مشتق من الرحمن الرحمن هو خالق السماوات والأرض وهو مقدر الكون وهو خالق هذه السماوات والأرض وهو القيوم عليها وهو من يحاسب مقام الرحمنية وهو من سيحاسبنا يوم القيامة نقوم مع الملائكة صفا لا نتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هو من سيحاسبنا يوم القيامة فيثيب ويعاقب وهو الخالق لذلك هذا الكون قائم على الثنائية لأن اسم الرحمن الخالق يوحي بالثنائية هو ليس مثنى هو يوحي بالثنائية يعني على وزن المثنيات قال أمان ولادان رجلان الرحمانيات ذي الخالق خلق هذه الرحمانيات خلق هذا الكون قائم على جدل الثنائيات اللي هي الرحمانيات اللي في الفلسفة نسميها جدل الثنائيات وجدل الأضداد وفي القرآن الله يسميها الأزواج خلق الأزواج كلها خلق من كل زوجين اثنين فتجد هذا الكون في علومه وفي نواميسة وفي سننه كل قائم على الثنائيات والأضداد ليل نهار برد حر ثلج نار موجب سالب قسمة ضرب أس لغاريتم أس جدر كلها قائمة على الثنائيات ولو رجعت الكون بكامله كله ناجم عن تفاعل الثنائيات وجدل الثنائيات لذلك هذا هو الموضوع الثاني الذي يتحدث فيه القرآن وهو الربوبية الخلق والقصص هلأتاك حديث موسى إننا خلقنا السماوات والأرض إن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما كل الآيات التي تحدث في القرآن عن القصص وعن ما حدث وعن الأحداث وعن خلق الله سبحانه وتعالى وعن أقداره وعن خلق الجنة والنار وعن حساب الله سبحانه وتعالى كلها تقع في مقام الرحمنية ثم المقام الثالث من أسماء الله في مقدمة هذا الكتاب الرحيم الرحيم هو الذي أرسل هذا الكتاب وأرسل الأنبياء كل الرسل والأنبياء أرسلهم الله رحمة من مقام الرحيمية من مقام الرحيمية وليس من مقام الرحمنية لذلك كل الآيات التي تتحدث عن الرسل وعن تشريعات الرسل وعن كتب الرسل وعن هي أتت في تنعطش هذا الموضوع ولا تجد آية من الآيات تخرج عن هذه الثلاثية إما الألوهية أو الرحمنية أو الرحيمية هذه مقدمة الكتاب الآية التي تليها في سورة الفاتحة أنا أسف جدا على الإطالة لكن حتى يعني يتبين بشكل قاطع الآية التي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا علم الله سبحانه وتعالى أعطانا علم أنه هو إله ورب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بما أن أخذنا هذا العلم في الآيات السابقات ينبني على هذا العلم عمل وهو العلاقة القائمة مع الله سبحانه وتعالى فذكر لنا العلاقة إياك نعبد وإياك نستعين فعلاقتنا العمل الذي نقوم به إذا خلق الله لنا وتفضل علينا واستخلافنا في هذه الأرض أن نوحده جل وعلا بالعبادة وأن نوحده بالإستعانة والعبادة عمل والإستعانة عمل إياك نعبد وإياك نستعين ثم ما يليها هو نتائج هذا العمل إهدنا الصراط المستقيم استعانة بالله لأن إذا أردنا أن نستعين بالله لنصل إلى تحقيق العبادة يجب أن ندعوه ونتقرب إليه ليهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن نريد أن نعمل بعلم بناء على العلم الذي هدانا إليه الله لنكون من الذين أنعم عليهم وهم أهل الجنة وأهل الفلاح في الآخرة وأهل الفلاح في الدنيا في الآخرة والدنيا حقيقة غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم الذين يخالفون الله سبحانه وتعالى ويخالفونه على علم زي إبليس إبليس علم أن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود زي القاتل الذي يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق متعمدا وهي آمنة في نفسها مؤمنة لغيرها هذا مغضوب عليه من أي ملة كان كان مسيحي كان لديني كان من أتباع محمد من أتباع موسى من أتباع عيسى من السابقين من اللاحقين القاتل مغضوب عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنى وأعد له عذابا عظيم ولا الضالين الضالين الذين يعملون بلا علم أو يعملون بناء على علم خاطئ كالذين يدعون أن الله له شركاء أو أن الآلهة متعددة هؤلاء ظالون هؤلاء يعتقدون فعلا أن هذه البعلومة حقيقة وأنها صحيحة وبناء عليها هم يمارسون طقوس عباداتهم ويجتهدون فهم ظالين خارجين لذلك الشرك ظلال بعيد أحد سمات الشرك أنه ظلال بعيد لأنه يعني بني على معلومة خاطئة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وفي العلاقة مع الله فكان الشرك دائما ظلالا بعيدا فالمغضوب عليهم هم الذين يعصون الله على علم والظالين هم الذين يعصون الله على جهل والذين أنعم الله عليهم هم الذين يطيعون الله على علم وعمل صالح أعتقد أنها تبينت يعني وطبعا ترون التوازن في صورة الفاتحة العجيب أنه دائما الجمل الإسمية جمل أبدية سرمدية الجمل الفعلية جمل مؤقتة يعني الأكل كمسمى أبدي سرمدي مع الإنسان هو بحاجة إلى الأكل لكن أن تقول فلان يأكل فهذا فعل سينتهي فعل مؤقت دائما الفعل مؤقت والإسم سرمدي فتجدون في مقدمة الفاتحة لو قسمناها إلى ثلاث أقسام القسم الذي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن مقام الله سبحانه وتعالى كلها جمل إسمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها جمل إسمية ثم أن النهاية عند الإنسان الذي هو مؤقت الإنسان ليس باقي ليس دائم فهو مؤقت الحديث جاء عن الإنسان بجملة فعلية اهدنا الصلاة المستقيم جملة فعلية لأنه ليس دائم ثم المنتصف الذي يربط بين العلاقة بين الله وبين الإنسان الله الدائم الأبدي والإنسان المؤقت الهالك فالجملة أصلها نعبدك إياك ونستعين بك إياك نعبدك أنت ونستعين بك أنت ولأن الله موجود الله الأبدي موجود بهذه الجملة فقدم الضمير على الفاعل فقال إياك نعبد وإياك نستعين فأصبحت ما يسمى بجملة اسم فعلية تضمن المؤقت وتضم المؤقت اللي هو الإنسان وتضم الأبدي السرمدي يعني الفاتحة شيء عظيم جدا فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب بذلك نلاحظ أن القرآن كله ولا آية فيه 1636 آية لم تخرج عن الفاتحة أبدا كمقدمة وكخاتمة وختم الله سبحانه وتعالى لنا مراد هذا الكتاب كله بهذه الصورة أنه إياك نعبده وإياك نستعينه دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كل ما يريده الكتاب أن تعبد الله وتستعين به بناء على علم صحيح تتحرى دقة وصحته وتتجنب أن تكون من المغضوب عليهم أو الضالين وتسعى إلى أن تكون من المنعم عليهم كل ما ورد في الكتاب من قصص ومن خيار ومن أحداث ومن تشريعات تصب لتخدم هذه القضية آسف جدا على الإطالة يا أبو وحاتم لكن حبيت أني أبين هذا بشكل قاطع حتى لا يذهب إلى المعنى الموروث الخاطئ أنا مستمتع بس أنا خاف تصير مظاهرة بالمساحة هذا لنا خايف يقود المهندس محمد الحين المظاهرة هو يجلدنا هذا المهندس لكن عادي يتحملون أساتذتنا بالعكس نستهيد منك أستاذي الكريم أنا مش سامن في صوت أبو حاتم بتكلم أي نعم أيوة أنزل يا أستاذ معاذ وأطلع لأنه أكيد أني معلق من عندك نبي إذا سمحت لنا فيه المصطلح هذا اللي هو القدر والقضاء دائما دائما أي حادث في السيارة أو صار على إنسان أو يقول القضاء والقدر يجمعونه طيب ما هو معقول النفس طبعا لما نقرب التراث يقول لك إذا ذكر الأثنين مع بعض من هنا تفصل أما إذا ذكر أحدهما يغني عن الآخر مستحيل مستحيل يكون نفس المعنى القدر والقضاء وهل نحاسب نحن على القدر ولا على القضاء وكذلك إذا أردت إذا أرضه المكتوب بل مكتوب بل يقول له معاني كثيرة اللي مثلا خيارات أو إذا ممكن تعرج على النقطتين المهمتين من ذلك والله يخطي على شأن نفهمها زين هي أول شيء هي ترتيبها أصلا حتى في اللفظ القدر والقضاء وليس القضاء والقدر لأن القضاء ببني على القدر ويجب أن نفرق بين هذا لأن في السياقات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وردت في مفهوم القدر والقضاء والإذن والمسيئة معاني متعددة يحددها السياق واللحاق والنظم لكن المراد الذي نريد أنا أعتقد أن ما تريد الحديث عنه هو قدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقضاء الإنسان ومناط الحساب مناط ما يحاسب الإنسان عليه فالله لا يحاسب على القدر أبدا على الإطلاق فالقدر حكمي وهو ثابت لا تغير لها أبدا وهو خلق الله سبحانه وتعالى وسننه ونواميسة في الخلق التي لا يمكن أن تتغير على مر الزمان والمكان وفي أي ضرف وفي أي مكان فالجاذبية الأرضية قدر الله سبحانه وتعالى والموت قدر الله سبحانه وتعالى وسنن الكون كلها قوانين الفيزياء والكيمياء والاجتماع والفلك والاقتصاد كلها قدر الله سبحانه وتعالى هذه الأقدار هي التي وفرت المشيئة للإنسان وهي مشيئة الله سبحانه وتعالى السابقة لمشيئة الإنسان فالقدر حتمي أبدي سرمدي لا نهائي لا يخضع لا يتغير لزمان أو مكان أو ضر فالجاذب أرضي قدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته جل وعلا فلن تتغير يعني لو سقط إنسان من عمار إنسان مجرم يكرهه الناس وهو قاتل وكل الجميع يتمنى موته سيموت ولو سقط طفل بريء جميل من مكان عالي سيموت الجاذبية لن تتعامل بالعواطف أو لن تتوقف أبدا وهذا قدر الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم هذا لن يتغير منازل القمر التي قدرها الله سبحانه وتعالى لن تتغير وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فالقدر هو خلق الله سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين هذا قدر الله سبحانه وتعالى وهو خلقه لأنه وجود حتمي لا يمكن أن يتغير لا لضرب ولا لزمان ولا لمكان ولا يربع وقال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وبينا تعالى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار وهداها لخدمة قوانين معينة في الحياة قائمة على السببية التي تستدعي إعمال العقل والوصول إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء بلا سبب لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قدر الموت قدره كتاب مؤجلة كتاب لأنه له أسباب وله حوادث لا يمكن أن نقول أن إنسان مات بلا سبب فإما أن تكون الأسباب داخلية بسبب قدر الله سبحانه وتعالى في ضغط الدم الذي له حد أدنى وله حد أعلى إذا تجاوزه أو هبط عنه يتسبب بالبوت كذلك السكر كذلك الغرمانات كذلك الأمراض التي تصيب الإنسان وما قدره الله سبحانه وتعالى من فيروسات ومكروبات وأمراض هذا هو قدر الله قدر الله هو مناطل القضاء هو مناطل القضاء الإنسان يقضي بما قدر الله سبحانه وتعالى والقدر دائما مرتبط بالمسيئة القدر لا يقع مرتبط بالإذن القدر لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والإذن حتمي الوقوع إذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإذن في القرآن فالموضوع الذي تتحدث عنه الآية التي تحوي على إذن الله واقع لا محالة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نزله خلاص هذا القرآن بين أيدينا نزله لأن الله أدن به وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ما دم في إذن الله معناة الموت مقدر وحتمية الوقوع لا يمكن تغييره لكنه كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الحياة الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجري الشاكرين هذه علة وجود الموت أصلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما في رسول أرسل ولم يجد أتباعا ولم يجد أحد يطيعه دائما الإذن مرتبط بالقدر والإذن حتمي الوقوع كما أن القدر حتمي الوقوع ثم بعد ذلك نأتي إلى درجة المسيئة المسيئة تختلف عن الإذن بأنها ليست حتمية الوقوع المسيئة احتمالية الوقوع هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ما صورنا الله على صورة واحدة صورنا على صور متعددة قل إياه تدعون فيكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسونا ما تشركون يعني إذا دعيت الله سبحانه وتعالى الاستجابة للدعاء احتمالية قد يشاء الله أن يستجيب وقد يشاء الله يستجيب ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة لكن الله لم يشاء الاحتمالية قائمة بأن هناك عباد من عباد الله لا يشركون وأن هناك عباد من عباد الله يشركون يشركون بالله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعله لكن الله لم يشاء هم فعلوا زرأوا وحى بعضهم إلى بعض زخرف القول وعادوا الأنبياء وحرفوا الكتب وحصروا الأنبياء وقاتلوهم وقاتلوا أتباعهم ثم نأتي إلى القضاء القضاء بالمعنى الذي نريد لأن القضاء يأتي بعدة أوجه في القرآن لكن القضاء المراد هو قضاء الإنسان الذي بناء عليه سيحاسب والقضاء ذا مبني على مطلق المشيئة للإنسان لم يكتبه الله لا قدرا ولا علما رزقي حياتي طاعتي معصيتي إيماني كفري شركي تعدي اعتدائي إحساني إصلاحي إفسادي كله مبني هو قضاء مبني على قدر لا يمكن أن أقضي بلا قدر مبني على مسيئة الله التي سبقت مسيئتي وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا قضاء قضاء مبني على مسيئة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لأنه قدر الموت وقدر أن رمي الإنسان في النار يحرق النار تتفاعل مع خلايا الإنسان ومع جسده ومع أحسائه فتهلكه هذا قدر الله سبحانه وتعالى قضاءهم ماذا كان قضاء قوم إبراهيم أن يرمونه في النار بناء على مسيئة الله التي هي تمثل قدر الله سبحانه قضاء الله الذي يمثل قدر الله سبحانه وتعالى بأن الرمي في النار يؤدي إلى الموت فأوقف الله مسيئته التي سبقت مسيئتهم أوقف تفاعل هذا هذا التفاعل قال للنار كوني بردا وسلام فعندما أوقفت مسيئة الله فشل قضاءهم لم يشاءون انقطعت مسيئتهم فمسيئة الإنسان المطلقة في القضاء هي مناطح حسابه فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى كتب على إنسان معصية ثم من باب العلم مثلا يعني أقل الأقوال البخطئة في هذا أنهم قالوا أن الله يكتب الأقدار يعني الأحداث من باب العلم فلو كتبها الله من باب العلم لما وسع هذا الإنسان أن لا يعصى الله مثلا كتب عليه أنه يزني أو كتب عليه أنه يشرك أو كتب عليه أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ثم يأتي هذا الإنسان فيهتدي فيصبح علم الله خطأ العلم الذي كتب خطأ وهذا مستحيل هذا لا يمكن هذه من المحالة لا يمكن أن يكون علم الله خاطئا فالله سبحانه وتعالى أطلق المسيئة ولا يكتب على الإنسان العمل إلا بعد أن يعمله ويتخذه فلذلك قضاء الرسول الذي نفى عن المؤمنين الإيمان إن لم يتبعوه ويطمئنوا إليه ويرتاح إليه وقضاء الرسول المبني على الأقدار وعلى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء التي تطرح عليه بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والقضاء احتمالي أيضا نحن قلنا أن المسيئة احتمالية أن القدر حتمي وأن الإذن حتمي والقضاء والمسيئة احتمالية حتى قضاء الله سبحانه وتعالى احتمالي وقضاء ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا طيب قضاء ربك هذا قضاء الله الله قضاء أن لا نعبد إلا إياه وأن نحسن لوالدينا لكن ليس كلنا عبدنا الله وليس كلنا أحسننا لوالدين منا من أحسن ومنا من أساء منا من عبد الله ومنا من عصى الله جل وعلا فالقباء هو النوميس والسنن التي بناء عليها يثاب الإنسان أو يعاقب والتي أطلق الله المسيئة للإنسان فيها والمسيئة هي الفرية المطلقة التي لا حدود لها لا يوجد لها محددات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لست عليهم بوكيل لست عليهم بمصيد لذلك يونس عليه السلام عندما ذهب مغاضبا قضى الله عليه أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لكنه غير وتاب واستغفر وسبح فأخرجه الله سبحانه وتعالى وتغيرت الحياة بعده أسلم معه ستون ألف أو يزيدون آمن معه ستون ألف أو يزيدون لذلك القضاء هو الحكم أو اتخاذ قرار إزاء قدر بقدر علمك به كلما تقدمت علومنا بالقدر وأقدار الله سبحانه وتعالى كلما استطعنا بناء على المسيئة المطلقة أن يتحسن قرارنا ويكون قضاءنا ويكون أقرب إلى الصواء قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والاختلاف دليل المشيئة أو دليل إطلاق المشيئة أنهم لا يستطيعون أن يختلفون إن لم يطلق لهم الله المشيئة بناء على الأقدار التي قدرها فهو قدر الهدى وقدر الصواب خلق الحق وخلق الصواب لذلك أنا أستطيع أن أهتدي أو أضل أو أخطئ أو أصيب بناء على قدر الله سبحانه وتعالى الذي وضعه فذلك قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم غمة عليكم ثم اقضوا إلي ولا تنظروا يعني القضاء هنا أحاله إليهم بناء على المعلومات التي قدمها إليهم هو أنه يدعو إلى الله وأن مقام تذكير بآيات الله سبحانه وتعالى وأنه متوكل على الله وأنه لا يهم ما أجمعوا عليه من أمر مع شركائهم وما سيقضون به فالقضاء مبني على العلم المطلق أتمنى أن في عجالة جدا يعني أنا لي تسجيل في مساحة في حسابي تتحدث عن هذا بالتفصيل وعن جميع المفاهيم التي وردت في القدر والقضاء والإذن والمسيح لأن هذه الأربع مفاهيم مرتبطة ببعضها آسف والله يا أبو حاتم على الإطالة أنا أعرف أن كنت تختصر لكن هذه ليست من مزايئي بس أشكل علي كلمة في بداية كلامك أن القدر قلت الموت قدر والقضاء هي خيارات الإنسان لكن أنا مثلا قتلت إنسان هل هو قدر الحلمات والإنسان هل هو وفاة هذه قدر ولا قضاء مني أنا لا لا قتل الإنسان قضاء قتل الإنسان قضاء لأن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الموت كتابا مؤجلة وليس موقوتا أيها كده التضحة أيها أبو حاتم أنه نحن القاتل يقصر يقصر عمر المقتول صح أو لا صحيح يقصر أجل المقتول فنحن نعاقب بنفس العقوبة الموت ذات قدر الموت هو المصير الحكمي الأبدي الذي لا يمكن أن يتغير كل نفس ذائقات الموت لكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ليس كتابا موقوتا لذلك كلما تقدم الطب في بلد ما كلما زاد متوسط الأعمار يعني أنت تأتي مثلا إلى اليابان متوسط الأعمار 86 سنة متوسط الأعمار لدينا في المملكة العربية السعودية 76 سنة سابقا كان متوسط الأعمار 60 سنة حتى أنه لماذا لأن الطب تطور في الدول الأفريقية المتخلفة جدا الآن متوسط الأعمار لديهم 48 سنة الله لا يفرق بين العباد لكن الموت كتابا مؤجلة مبني على قضاء مبني على أقدار مبني على صحة الإنسان مبني على فالله سبحانه وتعالى لا يكتب للإنسان لا يقدر للإنسان كم يعيش ممكن يعيش إلى 120 سنة وممكن يعيش إلى 10 سنوات ويقتل ويقصف لذلك الله سبحانه وتعالى ما غضب في كتاب الله غضبا بقدر ما غضب على قاتل النفس المؤمنة أو قاتل المؤمن لأنه تدخل في إرادة الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفة في الأرض عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى فغضب عليه في الآخرة وأعد له عذابا خاصا ولم يكتفي جل وعلا بقول بأن يخلده في النار وذكرنا هذا أن جميع المجرمين والمشركين والكافرين والمعاندين والعاصيل لله سبحانه وتعالى لا يتجاوز الله في عقابهم في الآخرة قوله تعالى خالدين فيها أو خالدين فيها أبدا أو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وتنتهي الآية إلا القاتل إلا القاتل لم يكتفي بقوله خالدا فيها لا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فوق خلود في النار مغضوب عليه ملعون لا يهتدي أبدا ولن تقبل منه توبة خالدا في معدل له عذابا عظيما نسأل الله العافية آمين فلذلك الموت كتابا مؤجلا لكنه قدر نهائي هو القدر الحتمي لكنه كتابا مؤجلا الطب يؤجله لذلك برضه أحب أن أشير إلى هذا الله الإنسان يقتل الإنسان لا يحيي الله يحيي ويميت ولم ينسب الإماتة للإنسان إلا في موضعين واحد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعوا وهذا الطب لذلك الطباء أنا أبو حاتم يعانون من فهم هذه القضية بالذات لذلك تجدهم أقل جودة مع تفوق يعني كثير منهم لكن أقل جودة مما يقدم الطبيب الذي لا يملك هذا المفهوم الخاطئ لأنه هو يحيي ويميت لما يموت منها المريض الطبيب المؤمن الذي بالمفهوم التراثي الفقه يقول لك والله الله كاتب لساعة وأنا ما عندي شيء أقدمه لكن عندما يؤمن أن الله كتب الموت كتابا مؤجلا وأن بيده أن يحيي هذه النفس وأن هناك طريقة يستطيع أن يمت بها ويطيل عمر هذا الإنسان ويحييه سيختلف تعامل تماما وسيختلف تعامل حتى مع القسم الذي أقسم عندما يعني تخرج من كلية الطب وهذا مفهوم دقيق وحساس جدا يجب أن يصحح مفهوم القدر والقضاء ومفهوم الموت لأنه أثر علينا وأثر على تقدمنا في الحياة هذا المفهوم الخاطئ تبارك بمرك وستمعك أذرا يا مهندس محمد لنستكمل إن شاء الله الأسئلة ثم نتسجل يعني المداخلات أو الملاحظات عندك استاذي وكريم فقط باقي ثلاثة سئلة إن شاء الله ننهيها اللي هو مثلا شروط الحديث الصحيح بالنسبة لك أو ما يسمى السنة النبوية أو الحديث الشريف في شروط عندك تشوفها يعني إذا انطبقت في هذا الحديث يعني أنت ترجمة نانسي قنقر